بعض الأحيان المبتدئ في تعلم اللغة الإنجليزية ما يدرك الفرق بين I و My تماما يقول I go home and my go home ويخلط بياناتهم تملك هو أن تدل على أن هذا الشيء هو ملكك مثلا تقول I play basketball This is my sister أنا ألعب باسكتبول لكن هذه أختي This is my sister فتلاحظ هنا تبدأ I صار My You're a student wash your hands He's very nice this is his car هو لطيف جدا هذه سيارته His car she's an engineer This is her pencil هذا هو قلمها Her pencil It is a tree Its branches are green It هنا تعود على الشجرة فنقول It We love Spanish We began our work at noon Our work We our تلاحظ؟ لنتحدث عن شيء يخصنا حتى كان وقت Your smart students Is that your class طبعا يو هنا تستخدم لمخاطبة الشخص سواء مذكر أو مؤنث وللمجموعة أيضا فأنت وأنتم Your smart students Is that your class That is your class They are the smartest kids here Their house is near the city They There They There هذا باختصار possessive adjectives وتسمى صفات التملك لأنها تدل على ملكية الشيء لك سواء كاميرا أو أي شيء إسمنا كان الدرس مفيد رب يحفظكم يوميوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اشتركوا في القناة